سعد بن أبي وقاص هو خالو النبي صلى الله عليه وسلم أقبل سعد يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة قل يا رسول الله أنا أريد أن يكون دعائي مستجاب حتى إذا مرضت أدعو إذا احتجت إلى مال أدعو إذا لحقني دين أدعو ما أحتاج كل مرة آتي إليك وقل ادعو لي لا مباشرة أنا أدعو لنفسي ويستجاب لي يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة قادر على أن يرفع يديه ويقول اللهم اجعل خالي مستجاب الدعوة ويخفض يديه لكنه عليه الصلاة والسلام ما كان يتعامل مع أصحابه مثل هذا التعامل كان صلى الله عليه وسلم إذا طلبوا منه شيئا يجعلهم هم أنفسهم يعملون يقدمون لأجل أن يصلوا إلى الشيء الذي يريدونه فماذا قال عليه الصلاة والسلام التفت مباشرة إلى سعد ثم قال له يا سعد أعطاه منهجا قال يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة واحد زايد واحد يسأوي ثنين هذا الكلام واضح أطب مطعمك إذا الأمر عندك يا سعد ليس عندي والهمة عندك أنت والسبب الذي يبدله هو أنت يا سعد أنت أطب مطعمك لا تأكل إلا حلالا تكون مستجاب الدعوة صار سعد بعدها يا جماعة لا يأكل إلا حلالا ويشدد على نفسه أي شيء من الطعام أو الشراب في الشباة كان يتركه رضي الله تعالى عنه كان عندهم في البيت سعد كان عندهم في البيت شات يحلبون لبنها كل يوم يشربون من اللبن يوم من الأيام انفلتت هذه الشات ودخلت إلى مزرعة لجيرانهم وأكلت عشبا يسيرا لما علم سعد أن هذه الشات أكلت من مزرعة جيرانهم بغير إذنهم امتنع أن يشرب من لبنها إلى أن مات خوفا من أن يكون هذا اللبن تخلق من ذلك العشب الذي أكلته في ذلك اليوم سعد بهذه الدقة على نفسه في أن لا يأكل إلا حلالا صار أبعد الناس عن الربا أبعد الناس عن الرشوة أبعد الناس عن أكل أموال الناس بالباطل بعض الناس الآن يستدين من الناس أموالا ثم لا يعيدها إليهم فإذا سألته قال إي والله صاحب البقال يطلبني قد بقي له عندي مال عشرون أو ثلاثون وأيضا صاحب محطة الوقود يطالبني مالا وصاحب مغسلة الثياب يطالبني مالا أو صاحب الخضار يطالبني مالا وإذا لكل واحد من الناس عنده حق لا بد أن يطالبه به إما في الدنيا وإما في الآخرة فسعد رضي الله عنه كان يشدد على نفسه في